أنسى أذكر بعضا من قواعد القرآن الكريم القواعد الستة للحياة الطيبة في القرآن الكريم أو مبادئ الحياة الطيبة من خلال آيات القرآن الكريم الآية الأولى يقولها سبحانه وتعالى فيها لقد خلقنا الإنسان في كبد هذه القاعدة الأولى لقد خلقنا الإنسان في كبد هذه الآية في صورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الشاهد وفي قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيها أننا خلقنا في هذه الحياة للكبد يعني للكتح والتعب والمشقة يعني الله سبحانه وتعالى يخبرك بأنك لم تخلق في هذه الحياة للراحة وللدعى والسكون وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى فيها ليبتلينا أو خلقنا الله ليبتلينا كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن وعامل وهو العزيز وغفو حتى في بداية خلق الإنسان وهو مزام نطفة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان في بداية السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مركورا إنا خلقنا الإنسان من مطفة أم شاك لماذا؟ نبتليه فجعلناه سميعا وصيرا أيضا في بداية سورة العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين مقبلين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكابل إذن معنى هذه الآيات التي أجملناها في قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أنك حينما ينزل بك أي نوع من أنواع الافتلاءات في الدنيا فأنت بطبيعة الحال مستعد له نفسيا لأنك تعرف أن هذه الحياة هي في الأول وفي الآخر حياة حياة للافتلاء والاختبار وكل واحد يرى مكانه عند الله سبحانه وتعالى حينما يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى عليه وهذا وضح أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنشقاق يعني ستظل تكدح وتتعب في حياتك حتى تبقى الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحة شوف التوكيد القرآني في كلمة كدحة الثانية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحة كدحة هذه الكلمة هذه تسمى عند علماء النحر بالمفعول المطلق هذا لتوكيد الكلام رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى توكيد كلامه ولكن حتى يتعمق هذا المعنى في أذهاننا وفي نفوسنا أن الكدح سيظل مصاحب الإنسان حتى آخر الحياة طب حتى آخر الحياة من أين أتينا بهذا المعنى؟ أتينا به من قول الله سبحانه وتعالى فملاقيه لأن الفا في كلمة ملاقيه بتسمى بفا الترتيب والتعقيم أو هذا حرف من حروف العطف يفيد الترتيب والتعقيم معنى إختصار الكلام أنك ستظل تكدح وتتعب حتى تلقى الله يعني إلى آخر الحياة لكي لا يتصور أنه عندما يصل لستين سنة أو لسبعين سنة أو لثمانين سنة أو لما أولاده يكبره أو يأخذ الجنسية أو يأخذ لسن سبعة وستين وبعد ذلك يأخذ الرطب وكان كل نوع سيستريع في الحياة لا الحياة هي طبعتها وكان الله سبحانه وتعالى خلقنا فيها لهذه الأمور القاعدة الثانية تتلطب على القاعدة الأولى القاعدة الثانية تقول والآخرة خير مهيه وعبقى ترمى أن الحياة هي حياة كده وتعب وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا فيها لفترة زمنية معينة لسنت ستعيش في الحياة كم سنة ستين سنة سمعين ثمانين مئة عام مئة وعشرين سنة بس في الأخير ستنتقل منها إلى الأخرة ولذلك كانت تصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تؤمل كثيرا في الحياة لأنك ما بين غمضة عين وانتباهتها من الممكن أن تنتقل من الحياة إلى آخرة سواء الآن أو ما قبل أو ما بعد ينتشر هذه الأيام أكثر موت الفجر يعني أنت ممكن اليوم سبحان الله تسمع أن أحد أصحابك قد توفي أو أحد أصدقائك قد توفي وتقول إنسان كم صحيح ده ما زال كذا ما زال كذا فرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر إي سبيل ولذلك من نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينظر دائما إلى الحياة الحقيقية اللي هي الحياة الآخرة قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غيناه في قلبه وجمع عليه شنه وآتته الدنيا وهي راقب يعني دائما خل عينك على الآخرة تطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى أي نعم عيش حياتك الدنيا بس يكون فيه توازن في حياتك يعني لا تجعل الدنيا تؤثر على آخرتك ولا تجعل الآخرة تؤثر على الدنيا هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا وحتى من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي ليها معادي بفي توازن في حد المسلم بين إصلاح الدنيا وإصلاح الأخرة ومن أدعاف القرآن الكريم التي يحفظها معظمنا في سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا هذا بيعطينا توازن أن الآخرة لا تطغى على الدنيا وأن الدنيا لا تطغى على الأخرة يبا إذن القاعدة الأولى لقد خلقنا الإنسان في الكبر القاعدة الثانية في القرآن الكريم اللي هي والآخرة خير وهي وأبقى إنك إنت دايما بتعيش حياتك الدنيا نعم ولكن دايما عينك على الآخرة لأن الآخرة هي حياتك الحقيقية الله سبحانه وتعالى يقول في واخر سورة العنكبوت وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان معنى الحياة الحقيقية نعم الحياة الدنيا نحن خلقنا فيها فقط فترة زمنية معينة وننتقل بنا وهذا واضح هذا الحقيقة لا ينكره أحد يعني كل يوم بنرى الأموات وكل واحد فينا دايما لابد أن يكون على استعداد لهذا الأمر إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطرهم مصفرة ثم يكون حطامة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والإضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الضرور المهم أن لا تلهيك الحياة كما قلت عن الآخرة الله عز وجل يقول في أواخر سورة المنافقون يا أيها الذين أمانوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم للخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبره بما تعمل القاعدة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاترين أيضا قاعدة مهمة حتى يشعر الإنسان براحة نفسية وحتى يحيى المسلم حياتي فخذ ما آتيتك وكن من الشاترين هذه آية في سورة الأعراض خذ ما آتيتك الله سبحانه وتعالى وحمد الله عز وجل على ما آتيتك يعني لأن بعض الناس سبحانه الله لا ينظر إلى النعم التي في يده ينسى النعم التي في يده ويتطلع دائما إلى ما عند الآخرين أو يريد دائما المزيد وينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه الله سبحانه وتعالى يقول لك وأما بنعمة ربك فحدث دائما الله سبحانه وتعالى ينصحنا بعدم النظر إلى ما عند الناس سبق من عند الناس لا تنظر إليه في أمور الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك الخير من الأبقى قد تنظر إلى عمله قد تنظر إلى ماله لكن أنت لا تدري ما هي صحته ربما يكون من الخارج صاحب أموال وصاحب عقارات وصاحب بنايات وصاحب مشاريع وصاحب كذا لكنه يفتقد أنه يشعر بهذه الأشياء في صحتي إذا كان الإنسان صحيح معافى أول من أن يكون عنده أموال كثيرة وصحته مدمرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والصحة لمن اتقى خاره من الغلم فدائما الإنسان ينظر إلى النعم التي عنده ولا ينساها لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد هذا يسمى بالرضى أن يرضى المسلم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس احفظ هذا الحديث لأنه حديث مهم حيساعدك في حياتك كثيراً ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس لأن الغنى الحقيقي ليس في كثرة ودي أمر طبيعي الكثير منكم جرب هذه الأمور يعني كان الكثير مننا حينما أتى إلى هذه البلاد مثلاً يبحث عن الكثرة المال ويظنوا أنه حينما يحصل عليه سيحصل على حياة سعيدة وحياة طيبة ثم بعد ذلك وجدنا فعلاً مع كثرة الأموال التي عنده والسيارة الفارية التي يركبوها والبيت الجميل الذي بناه وإلى آخر هذا الأمور ومع ذلك برضو ما زال يبحث عن إليه عن السعادة فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس هي الإشكالية فقط أنك تريد أنك تتكاثر يعني اللي هو التكاثر في أنك تكاثر الآخرين وتفاخر الآخرين بما عندك من أموال بما عندك من عقارات بما عندك من مشاريع بما عندك من أولاد بما عندك من كذا التكاثر ده يظل يلهي الإنسان فجأة يجد نفسه على أبواب الأخرة وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة سمية سورة التكاثر التكاثر تكاثر في الماء تكاثر في الأولاد تكاثر في كذا تكاثر في السيارة تكاثر في كذا حتى زرت من مقابل فجأة تجد نفسك في آخر حياتك على أبواب الأخرة وفي الآخر تجد نفسك لم تستمتع نبي دنياك بهذه الأشياء التي جمعتها وفي نفس الوقت لم تستعد لليه من آخر فخذ ما أتيتك وكل من الشاكرين القاعدة الرابعة يقول له سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دي القاعدة مهمة القاعدة يقول لك كما كنا قد خلقنا الإنسان في كبد القاعدة الثانية والآخرة تخنوا أبقى القاعدة الثالثة فخذ ما أتيتك وكل من الشاكرين الرابعة إنما يوفى الصابرون أجران بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجران بغير حساب بقاعدة مهمة أيضا لماذا؟ لأنك وأنت تسير في الحياة نحن قلنا في القاعدة الأولى هي أصلا حياة فيها كد وفيها تعب وفيها ابتلاءات فأنت تسير في الحياة ربما يبتليك الله سبحانه وتعالى بأي أمر والابتلاء أمر طبيعي في الحياة ده حتى ياخي الأنبياء والرسل يبتلهم الله سبحانه وتعالى أنبياء في سورة الرهيب وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَنْيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ وَزَنُّونَ إِذْ ذَهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَالظُّلُمَاتَ إذن تعددت الإبتلاءات وتنوعت على الرسل والأنبياء والصالحين وهذا واضح في الكتاب الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول نبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمسل فالأمسل ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة يمكن يكون الابتلاء الذي ابتلق الله سبحانه وتعالى به خير لك وأنت لا تعلم لأنك أنت مهما كان نظرك قاصر وعلمك محدود إنما الله سبحانه وتعالى اللي هو أرحم بك من أمك التي ولدت ربما يبتليك ويكون هذا الابتلاء خير لك وهذا سنوضحه في القاعدة التي ستليها هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كثيرا يمكن أنت بتكره هذا الشيء بس هو فيه خير كثير فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئَا وَيَجْعَى اللَّهُ فِي خَيْرًا تَسْيَرًا في سورة النساء في الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وهو خير لكم وَعَسَى أَنْ تُحِبُّهُ شَيْئًا وهو شَرٌ لكم في سورة البقرة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُهُ رَبِّنَا يَعْلَمُ أنت لا تعلم أنت بس عارف الأشياء المحيطة بك لكن الأشياء التي تغيبوا عنك الأشياء التي ستكون في المستقبل أنت لا تعلمها ولذلك أنت عشان تخرج من من علمك المحدود وعلمك القاصر وأنك أنت أصلاً فقط تعرف ما تحت رجلك حتى ما تحت رجلك ربما لا تعرفه فالله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة بإيه؟ صلاة باستخارة وماذا تدعو الله سبحانه وتعلم بالاستخارة؟ يتقول له يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فأنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم فلا يزبتين في علمك أنت يا رب عارف أنا ما أعرفش وأنت تعلم أنا لا أعلم وأنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني في الدين الأول ومعاشي في حياة وعاقبة أمري في المستقبل فأمر من الأمور أنت شايفه أحسن لك الآن بس يمكن أن يكون عليه في مصيرة سأتحدث لك في المستقبل بسبب هذا الأمر عشان كذا بتتوجه إلى الله سبحانه وتتبرأ من حول فوقوتك إلى حول الله وإلى قوات الله فبتقول له يا رب إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجلي يعني في المستقبل يعني في الآجل أو العاقبة يعني في المستقبل فاقدروا لي واسروا لي يا رب العلي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أن الله قد أحاط بكل شيء علما يعني الله سبحانه وتعالى يعلم موقعك الآن وما ستكون فيه في المستقبل ويعلم الخير لك ولأولادك ولأحفادك وهكذا فيختار لك ما هو الأنسب له لا حياتك إنما أنت علمك محدود وذلك دائما في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عليم خبير عليم خبير دائما الله سبحانه وتعالى يجمع بين هذين الإسمائلين في القرآن الكريم أو كثيرا ما يجمع بينهم من أسماء الله التي يختم بها الآيات أو تكون في زين الآيات عليم خبير أعلم أنت لما تكون عندك مشكلة مثلا مشكلة قانونية فأحد ينصحك وقول لك روح لفلان هذا خبير في هذه المسألة عندك مشكلة مثلا في الهندسة في بناية البيت ولا شيء يقول لك اذهب إلى فلان فلان دا عنده خبرة في هذا القمر خبير في هذا الميدان فالله سبحانه وتعالى هو العليم ليه العليم الخبير طب الله سبحانه وتعالى العليم الخبير هذا لما بيبتريك هل بيبتريك عشان بيكرهك ولا ممكن بيبتريك عشان بيحبك لا تأكد أن الله سبحانه وتعالى بيبتريك أحيانا عشان بيحبك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولده يمكن ربنا سبحانه وتعالى يا أخي عايز يرفع لك الدرجات عنده زي مرافع درجات الأنبياء والصالحين صحة ولا لا أو عاوز يكفر عنك سيئات عشان جاب لمطلوح الآخرة تبهمت هي مبرى من الزهوب ومن الأخطاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فمن رضي فله الرضا لما بترضى بقضاء الله الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ومن صخت فعليه ليه فعليه الصحة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه الإمام المخارف الصحيح يعني حتى ولو شيء يسير حتى الهموم والأحزان حتى الاجتلاءات الفكرية والأحزان وانت مثلا جالس هكذا ولا نام على السنوب ومهموم بشيء معين الله سبحانه وتعالى وكفر لك به الزنوب والسان فرضا واحد يقول له والله أنا ما ليه الزنوب والسان فرضا ما عندكش يا عم الزنوب رغم أن أي واحد فينا مش مبرة من الزنوب وأن احنا مش معصومين صح وده لا الله سبحانه وتعالى خلقنا بشر طرما نحن بشر فنخطب ونصيب نحن لسنا بملايقة المقربين ولا بأنبياء معصوم فرضا ليس لك سيئات فرضا ليس عندك أخطاء انت ماشي على الصلاة المستقيم إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ايضا يبدأ اسمه لرفع لرفع الدرجات عنده زي ما الله سبحانه وتعالى بيرفع درجات الأنبياء والصالحين وذلك قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس افتلاها للأنبياء سمع أمسى فانسى إن كن لك زنوب وسيئات ربنا سبحانه وتعالى بيكفروا عنك في الدنيا قبل أن تلقاه فيه في الآخر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن هذا حديث برضو لازم تعرفه إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له الحقومة في الدنيا لانسان الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا ذو حديث قالو الإمام الكلمة إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقومة في الدنيا طب إذا أراد بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيام ده خلاص بك ربنا سبحانه وتعالى يريد به شر لا يبتليه ولا يكفر عنه زنوب وسياته عشان يخليه له كده مجموعة في الآخرة ويرمى في جهنم وبيس له وبيس المصير وإذا قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدوا بولي وعذبهم بها في الدنيا وتساقى أنفسهم به وهم كافروا وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله سبحانه وتعالى ينعم على عبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أنه مستدرج يعني الله سبحانه وتعالى يستدرجه سعني يستدرجه من حيث لا يعلمونهم لو من كيدمتهم فالإنسان اللي هو مقيم على المعاصي ومع ذلك لا يبتليه الله سبحانه وتعالى ولا يكفر عنه زنوب وسياته بإذن عرفت الآن الحكمة من الإبتلاءات عشان ما أحد يقول لك طب أنا ليه دايما ارضى بما أعطاق الله وتذكر دايما قول الله سبحانه وتعالى فعسى أن تقرأوا شيء وأجعل الله في خير ليه كثير تبقى عدة خالصة قاعدة السادسة هي في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد وهي أيضا قاعدة مهمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال يعني هذا الكلام معنى هذا الكلام إن الإنسان دايما بينشغل بأحداث ماضية لكي لا تأسوا على ما فاتقوا ودايما بينشغل على أمور في المستقبل شعر ظروفه في المستقبل سيستقرينه ولا سيستقر البلده طب يستقر هنا ولا سيروح مثلا دولة أوروبية أخرى طب أولاده طب أحفاده طب كذا طب كذا فربنا بيقول لك ما تشغلش نفسك في الماضي خلاص ده مرة وانتهى لا تأسى عليه لا تبكي على اللبن المسكوم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير مرحب لله المؤمن الضعيف وفي قول الخير استعم بالله ولا تعجز إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتع عمل الشيطان ده بالنسبة للماضي ده بالمستقبل برضو ما تلاكش عليه انت كمسلم تفوض أمورك فيه لله سبحانه وتعالى ولذلك نصحان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو المسلم دائما بهذا الدعاء اللهم إني أسلمت نفسي إليك يعني كأنك بتقول له يا رب أنا سلمت لك نفسي فأنا يا رب في حمايتك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك عاية لما بتقول هذا الدعاء وأنت عارف معانيه بترتاح اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليه وألجأت صهري إليك يعني إيه ألجأت صهري؟ يعني أنا في حمايتك عارفين عندنا مثلا في مصر يقول لك إلا عنده ضهر فبينضربش على بطن يعني عنده حماية عنده من يحميه يعني فأنت عندك من يحميك اللي هو الله سبحانه تعالى فأنت يقول لك ألجأت صهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل فهذه أحرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من قواعد القرآن الكريم التي لو تذكرناها في حياتنا فإن المسلم يشعر بالراحة نفسية ويحيى الحياة الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زنوبنا وأن يسر لنا أمرنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم